ده بخصوص هذا الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي اليوم لكن تعال أكلمك في بعض الأخبار اللي ليه علاقة بالصفقات داخل النادي الأهلي عشان أنا عايزة في الملف الأهلي سريعا كمان لأن في بعض الجوانب المهمة وكواليس المهمة اللي حابة أتكلم فيها في نادي الزمالك طبعا الناس الحمد لله الحمد لله على مدار الفترة اللي فاتت متابعانا بشكل كويس وعارفين إن إحنا لما بنيجي نقول خبر لازم بنكون قايلين وإحنا متأكدين بنسبة 100% لو في شكوك في حاجة معينة بنقول لحضراتكم بنسبة كذا الموضوع مش محسوم سواء من ضمام اللاعب أو عدم ضمامه أو أي خطوة من الخطوات اللي ممكن بيتخذها أي نادي من الأندية المصر فخليني بس بداية كده أبتدي مع حضراتكم بإيه؟ بانفراد مهم جدا نبتدي بانفراد مهم جدا النهاردة وأنا أجيب لك حاجة يعني بالضبط حصلت بحكيها لك بحكي لك جلسة النهاردة حصلت في مقر النادي الأهلي في الجزيرة بين الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسل كولر المدير الفني الكوف اللي الفريق الأول لقرة القدم بالنادي والجلسة دي ما كانتش جلسة عادية خلي بالك ده بعيد عن الصورة اللي انت شايفها دي يعني غير الصورة اللي انت شايفها دي واللي أنا بقوله لك ده انفراد وحقول لك بالتفاصيل وركز معايا الله يبركلك في حرف حرف من اللي أنا هقول الكابتن محمود الخطيب لما قاعد مع كولر النهاردة قد إعجابه بالعمل المميز اللي قدمه الجهاز الفني على مدار الموسم اللي كان من خلاله النادي الأهلي نجح انه هو يفوز بخمس بطولات ودي حاجة كبيرة جدا جدا ومميزة مش غريبة عن نادي الأهلي لكن في نفس الوقت خمس بطولات لجهاز الفني هو أول موسم لي داخل النادي الأهلي فده إنجاز مميز جدا للجهاز الفني بالتحديد فبالتالي أشهد الكابتن محمود الخطيب كل الإشادة بهذه الإنجازات وبالجهد والعمل الشاك اللي بيفزله الجهاز الفني بكل معاوني كولر والجهاز الإداري والطبي بكل تأكيد لكن الأهم هو اللي جاي ده الكابتن محمود الخطيب بلغ كولر قال له إحنا كنادي أهلي عندنا رغبة كبيرة جدا جدا في تجديد العقد بتاعك معانا وإحنا عايزينك تستمر مع الفريق أطول فترة ممكنة أنا بحكي لك بالزبط اللي دار تمام هتقول لي طب إيه التفاصيل إيه التفاصيل إن كولر لما جه مع النادي الأهلي أو جه يتعاقب مع النادي الأهلي مع بداية هذا الموسم في شهر 9 بالزبط اللي فات كان الاتفاق على عقد سنتين سنة أولى تمام اللي هي انتهت والسنة التانية بتبقى موافقة الطرفين الأهلي وكولر السنة التانية مبدئيا اعتبرها خلاص الموضوع خالص أنه الراجل موجود فبالتالي كولر نقص له في عقده قد إيه السنة واحدة نقص له في عقده الموسم الجديد ده اللي حيبتدي بس لكن كابتل محمود الخطيب النهاردة طلب منه إن يتم خلال الأيام المجبلة التوقيع أو الاتفاق على عقد جديد لمدة سنتين بخلاف السنة المتبقية أنا بقولك بالتفاصيل سنتين غير السنة اللي نقصة في عقد كولر والراجل قد ترحيب كبير جدا جدا لتوقيع هذا التعاقد والاستمرار داخل القلة الحمراء فبالتالي من المتوقع أو من المنتظر خلال الفترة القليلة جدا المجبلة يتم إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي بشكل رسمي عن تجديد التعاقد مع المدرب المميز والكف مستر مارسل كولر لمدة سنتين عشان يبقى نايز في عقده كم سنة بعد السنة اللي خلصت تلات سنين تلات سنين ده اللي ضرب الزط النهاردة بين الكابتر محمود الخطيب و مستر مارسل كولر بخصوص ملف التجديد ملف التجديد مية في المية منتهي مية في المية فحضرتك تتركب خلال الفترة اللي جاي أي إن كان نخلي بالك موضوع الاعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي ده مطروك للمسؤولين مطروك للمسؤولين داخل النادي الأهلي يوم ما اللي بيحددوا وبيختاروا الأوقات المناسبة من وجهة نظرهم للأعلان سواء عن صفقات أو عن تجديد أو أي حاجة لكن المؤكد اللي بقوله حضرتك بنسبة مية في المية إن كولر هيجدد عقده مع النادي الأهلي موسمين إضافيين غير الموسم اللي حيبتدي حيتبقى في عقده ثلاث مواسم ده بخصوص مستر مارسل كولر أدي أول ملف